حالات كلها كلها كريتكال او فيها مشاكل طويلة وكلام منذ لازم يبقى لنا يعني عاودوا على بيت اتبا اكلمكم المرة اللي فاتت في حاجة زي كده منفترة بسيطة عشان نطلع من الموت بتاعنا منفترة بسيطة دخلت عليها واحدة ستة ومعها ابناها الستة يعني اقول في الخمس سينات كده في اواخيرها ولا حاجة ومعها ابنها مثلا برضو في خمس ستاشر ستاشر كده يعني حاجة بينا على الست الاجهاد والتعب يعني حد تعبان في حياته يعني اصل الجهد والتعب بينا عليها نحيلة شوية المهم هي كانت جاية وبناها يعني يسألوني كده على حاجة خاصة بالولد حاجة مش مهمة او يعني حاجة بسيطة اه هو تبين لي وانا بكلمهم اعرفش ايه اللي خليها اه يعني ايه الحوار اللي خليها تقول لي كده ان هي اللي بتقوم على بيتها يعني وعندها ثلاثة بنات وجوزتهم يعني كبارة عن الولد ده والولد ده صغير بتقول لي يعني بتشتغل في اللي بتشتغل فيه عمالة وغاليبا هي عمالة طبعا عمالة دي بقى عمالة مش مستابتة في الغالب يعني بس غالبا عمالة زراعية وحاجة ده بتشتغل المهم ايه نظام السيتر دي دي بتقوم بدري بدري امتة قابل الفاجر بشوية شوية كافين يعني طبعا انت هي عيتلي كده يعني توضى وتصليلها ركتين ولا حاجة وتبدأ بقى تنظف البيت كنسة وتنظيف وحاجات زي كده وتطبخ وتجاهز الاكل والشرب كل ما يحتاجه البيت يعني ولما الفجر يقزن تصلي بتتوقع اللي هي تروح شغلها يعني حتى هي قالت لي يعني ان هي دايما فاكرة ربنا سبحانه وتعالى وحطاها قدام عينها وبتعمل له حساب وبتحاول تاكل حلال يعني تحاول تتحرر حلال زميكوا اللي زي ريت نايصة ايه نايصة ايه داي زي ريت مم وبنية تخبر عملها يعني والناس اللي زي دول اه احنا بنحترمهم نحترمهم جدا ونقدرهم ولا بعمل لهم حساب وبقدرهم جدا لان انا عارف انهم احسن مني الناس دي يقينا انا عارف ان واحدة زي ديها عارف ان ايه احسن مني فبقدرة جدا وباحترمهم من هذه الشريحة من الناس وعندي اسباب يعني مهم لما تطرخ الامر لان انا اسألوا بعض الاسئلة فبقولوا انت بتدخن اتلاقي الحمد لله بطل الحاجات دي كلها الحاجات ايه هو كان حصل ايه قالت لي والله انا كنت لاحظت في الفترة الاخرانية انه طلباته من الفلوس بدأت تزيد كانش كده الاول يطلب زيادة 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 ودرجت انه بقى يقطع علي الشغل يعني يعني يجيلي في الشغل عشان ياخد مني ايه ياخد مني فلوس ما بتري انا ايش بستنى ما ترجعي ايه لا انا بتحملش هذا وبالاضافة لكده بدأ يظهر عليه بعض الاثار السلبية بقى الحاجات الوحشة يعني اخلاقه بقى توحشة بتقول لي كده انا بقى وحش والناس بتشتكي منه وتائي وتوهان وبتاع هاني بتقول انا شكيت في الموضوع بصراحة وعدت بص وتحرر ايته انه ايه بدأ يتعطل ايه الحاجات اللي بتعطل ايه يعني ادمن الحاجات دي يعني لو بعدين عملت ايه قيت لنا زيلتي جدا لان انا محبش الحاجة ديت وبتزعلان قوي حاولت معاه بشط الطرق مفيش فاية لما حاولت بشط الطرق ومش فاية يعني دي هتعمل ايه يعني هتوده الى مافيش وده بيستجيبش ومش قادر عليه ايه وحاجات زي كده يعني اغلقت الابواب في وجهها يعني والناس مساكين يعني انت يعني لا 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 هتود ولا حتى لو هو الودله هيروح معاه ولا هي اصلا هتقدر ولا كلام منت مفيش يا الدنيا افلت معاه خلاص بتاو بعدين عملت ايه قاليت لي ما كانش قدامي اللي باب واحد انت له اعملت قادر عادت عايط له عادت عايط له وقول له اه اه انت عالم بحالي انا مش عايزة كده وبعدين يا سيدي قامت تهللت يعني وجهها تهلل كده وقيت ليه هو قدامك هو بطل ايه بطل كل حاجة حتى الايه حتى السجائر بصيت بقى اللي ولد بقول له انت بطلت قال الحمد لله بطلت بس هي ما قلت لكش ان ايه ان هي دعات لي دعوة حلوة اوي انا مبسوط منها بقول له دعات لك بايه قال لي دعات لي ان الناس تحبني قلت لي مش عايزة يحبل فيه خلق وحاجة ازاي كده طب بعدين قال للناس كان بتكرهني جدا انا احس ان كل الناس بتحبني الوقت الوقت مبسوط بدي اوي هو من العجيب طبعا ليست لاحكام طبعا منكم حد انتوا بتصدقوني يعني بس انكم حد يجي بعد مننا مثلا ما حد يسمعنا بعد كده باجل بيسجد فا اه يفكر ان هي اللي احباك القصة لا مش احباك القصة ولا حاجة واللي يسدق يسدق واللي ما يسدقش ما يسدقش براحة دي اللي خامة الحجة علي انا الاو ان حد دخل بعد منهم وليه يقول الولد ده غريب او انا انا حبيته ايه ده حد يعني حد يالي كده وراه فتأكدت ان الواد ايه ان الواد بيقول بايه بيقول بيجهد ومركز جامد وعارف بيقول ايه الواد قال لي كده واللي بعدين قال لي كده من غير مطلوب منه فاحيانا ده الحاجات بتحصل قدام منك عشان تتلقفها العقل او القلب هتلقفها يفهمها واحد تاني ينكرها هيقول لك مصادفة او اي حاجة براحتوا براحتوا الحاجات السريعة واحنا ما حدش يعني بنقول بس وخلاص انسان مننا بطبيعته ضعيف وقلوق ومحتاج او عتفكر ان حد قوي اللي يقول لك انا قوي ومش عفو كده ما تسدقوش انسان ضعيف علميا انا بقول لك ضعيف اصلا يصرخ منها اللي حاجة اي حاجة تخليه ما وضع ايه فعلا لا محدش فوق الا لا والانسان محتاج دايما انه يدعم ويمكن الحاجة الجميلة اللي للمؤمنين انه يشعر ان له رب حاجة كده تخليك يعني ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم كفاية عليهم به كفاية ان ليه حد يتولى كفاية ان ليه حد يتولى واحد يبقى وكيل عنه حد يبقى وكيل عنه توكل به يعني رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلة اللي واخد محامي واللي واخد بتاعي يقولك ده انا موكل انا موكل فلان وبتاعه وكلام مني لكن اذا كان رب المشرق والمغرب فاتخذه وكيلة مش حاجة مش حد عادي فالانسان اما يشعر ان ليه حد يلجأ له وبيسمعه نعمة كبيرة اوي اخ اي سعادة وبيبتقول لي فعلا كتحساها الستي ده انا ارى لا تفشاها اي سعادة واي انشراح واي سكينة واي طمانينة كانت على وجه السيدة وبيبتقول لي وهو وهو اتماعتش بايه ولا حتى السجائر واسمعلي اسمعلي واستجاب لي بكائي السؤال هنا لاتبادل لي الوقت ما الذي علمته هذه السيدة لهذا الولاد علمته ايه ما الذي غرسته فيه انه درس شو انا بنشوف الحالات هنا نشوف حالات انا بتوع ابلايت احنا بتوع ميدس ايه يعني بنشوف الحالات ونعالجها ده بقى درس في الايمان هذه حالة يعني ممارسة عملية للايمان الوقت شاف كده شاف بعينيه ممارسة عملية للايمان شاف هاليته لما تعبت واحتلت معاه وضغطت عليه وعرض تعمل وتعيط له مفيش فايدة لما عيطت لربنا اجيه غصب عنه هو شاف بعينيه كده هذا درس غرس في نفس هذا الانسان سيبقى فيه ما اراد الله له ان يبقى فيه بل قد يعلمه الاخرين زي شاء الله ذلك قد يعلمه الاخرين لنتغرس فيه شاف الحياة كلها خلاص فصعب ان يطلع منه هذا الشيء طيب السؤال الثاني ما هو وصف او توصيف هذه السيدة يعني ان الصف اقول عليها ايه انا اقول عليها انا استاذة استاذة ايمان استاذة ايمان ايه الايمان ده استاذة هو الايمان عايز اساذة اه طبعا عايز اساذة استاذة ايمان الايمان يتعلم اه يتعلم بل يطلب ان يتعلم قبل ان يتعلم القرآن يعني الايمان هو روح القرآن حد يعلمك الروح دي عشان ما تيجي اخذ القرآن بقى هذه استاذة ايمان ده ممكن ما يكونش بتقرأ وتكتب بس هي استاذة ايمان اصلا خلي بالك انت ممكن تبقى استاذ في تقول كلام وتقول حاجات وكلام من ده بس ده كلام لكن ايمان ده ما تعرفش تنقله ولا توصله الا اذا كنت انت مؤمن لا يمكن لابد ان ده يتغلغ الجواد لهذا الحاجة تبقى مصبع عنها بقى تنقل كده من غير انت ما وده اه وده دول يليلين يا اولاد يليلين اساذة الايمان يليلين احنا نفتقد في حياتنا الى اساذة الايمان اي حد هتخش على صفحته على حكته هتلاقي يقول لك حاجات ويعمل وكزا وكزا ويفكرك الكلام جميل لكن ان يعلمك الايمان فهذا اه 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 شيء عايز حد يكون مؤمن عشان عشان من غير ما يتكلم اصلا هو مؤمن اشعاع كده هتلاقي انوا نعزين المرجعيات دي وانا اهب اهب بكم ان انت من دلوقتي فصاعبا تحط في حياتك انك قبل ما تبقى استاذ اه لا تبقى استاذ ايمان او انت يجي ابنك يجي قريبك يجي اي حد اي حد اي حد تقابلوه الولاد الناق اي احد كله اني يجد اعني اتمنى ان احنا يبقى عندنا كلنا كده ايه بيكو وهيبشي بنفسي لا او انا اتمنى كده ان احنا نبقى كده يبقى عندنا اه 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 حاجة تبقى زي شجرة زي نهر يجي عندك يشرب كده ويمشي او يقعد عند الشقر يعني يبقى حاجة يجد عندك حاجة مش هتبقى خلي بالك اوعيك تظن انك هتتكى عالزرار تبقى مؤمن وتبقى استاذ امام لا لا لابد انت دي مش فيها لعبة دي لازم انت تكون مؤمن حتى يأذن الله لك ان ايه ان تؤثر في قلوب الاخرين بايمانك بايمانك هذا ما نفتقده هذا نفتقده اه 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 الصحابي الجليل اه 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 تلي جند ابن عبدالله بيقول ايه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حزاورة والحزاورة الحزور هو يعني من يبلغ قارب البلوغ او اشتاد دعود وقارب البلوغ يعني فكنا نتعلم الايمان قبل ان نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ايمانا فازددنا به ايمانا وكان الصحابة عندما يقابل بعضه يقول اجلس بنا نؤمن ساعة بخضيطنا خضايا ايمان ويمكن ده انا كنت باكلمكم مرة فاتت وبقول لكم الناس يمكن الناس زمان ما كانوش بيقرم ويكتبهم ما كانوش عارفين الا ان كانت الحتة دي عندهم كويسة على عكسنا احنا ان عندنا اي حد لكن لكن دي قلت قلت ماشي باحنا لازم نسعل كده وده حاجة لازم نحاول فيه قال الكريم اما يسجل ويقول لك الحوار اللي ضرب بين اه 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 الانبياء اه ابراهيم ابونا ابراهيم عليه الصلاة والسلام وابي يقول له يا ابتي في ايات كثيرة خلي بالك في القرآن الكريم يا ابتي لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا عندما يقول ذلك ويسجل هذا في الكتاب المقروه الى يوم القيامة ليعلم الجميع ان رب ابراهيم الذي هو ربنا يسمع ويبصر ويغني لم يقول لك دي انت كنت تبقى عارف بالضرور ان هو لازم يكون بيسمع ويبصر ويغني لازم يكون عارفين كده ونعرف حاجة تانية ان الذين يعرفون ان الذين يعرفون يعرفون ذلك ان الذين يعرفون يعرفون انه يسمع ويبصر ويغني ما قالت لك كده الاستاذة بتاع الامان قالت لك سمعني سمعني ولبالي طلبي ده انت بتدي الولد توديه المصحة وتصرف عليه مش عارف ايه وايه ويه وتعمل وبرضو ما يتعليقش لكن يرجع بهذه السكينة وفاهم انه دعات له يعني تغير هذا التغير يبقى 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 سمعها يبقى اللي عارفين عارفين كده تابقى لده انا ما شعارف كده او انا او انا حاسس انه بيسمعش ولا يسمع ولا يبصر ولا يغني عني يبقى المشكلة في انا المشكلة في انا مش في الاخرين موجودة فلنعود اليه ولنبكي بين يديه عساه ياخذ بنواصينا اليه اخذ الكرامي عليه والحمد لله رب العالمين والتخير ان شاء الله